موسيقى 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 رجعني لكم أصدقائنا المشاهدين ديما نعبر هوال أو تيفي محطتنا هلأ مغادة الحايق مخول رئيس الجمعية الأهل لدعم التوحد مدام غادة أهلا وسهلا فيك صباح الخير مدام ماريا بستاني أبي نصر أمينة صندوق ومن مؤسسي الجمعية الأهل لدعم التوحد أهلا وسهلا فيك ماريا نحن سواء لنحكي عن موضوع كتير كتير مهم وبيعانوا منه عدد كتير كبير من العائلات والمشكلة أنه المفهوم عند البعض بعضه خاطئ لحديث هلأ بس نقول الطفل المتوحد وكأنه عم نحكي عن حدا جاي من كوكب تاني فبنبدأ معكي مدام غادة تخبرينا شوي عن التوحد لنجع نحكي عن الجمعية وأهدافها وكمان بدنا نحكي مع ماريا عن الحملة وعن العلاقات العامة وما إلى هنا لك بنبدأ معكي خلينا نعرف أصدقائنا المشاهدين أنضموا لألنا شو يعني توحد التوحد بيسيب جمال على الولاد قبل عمر ثلاث سنين هو بيسيب الكمنيكيشن يعني ما بقعد فيه تواصل والتواصل كتير مهم طوح التوحد يتعلم طوح يقدر يحكي مع حد أو ينفتح على العالم منشان هيك هن تقريبا عندهم العالم الخاص طبعا يعني من السمبتوم طبع التوحد أول شي الأهل بيحسوا أنه الولاد بتعطيله ما بيرد بس بيكون بيسمع هذا من أي عمر عم نحكي؟ هلأ صار في كتير أهل بسبب التوعية عم بيحسوا على أولادهم كتير بكير قبل عمر السنة مرات بس هو إجمالا قبل عمر ثلاث سنين إنه بيكون بيّن إذا الولد عنده توحد بيتأخر بالحكي أو مرات ما بيحكي مرات ياب يحكي بيبطل يحكي ما بيلعب مثل باقي الولاد أو ما بيعرف يلعب يعني إذا أعطتي سيارة بدل ما يكرجها يمكن بيبرم الدولاب بيعرف يلعب بمساعدة حدا كبير بس إنه لوحده ما بيعرف يلعب مثل البقيين عنده مرات يمكن حركات متكررة فلابينج هاندز أما حسب يعني كل ولد إنه ما فيه ولد مثل الثاني يعني التوحد كل حدا عنده حالي كل حدا فيه يكون من الخفيف للشديد يعني from mild to severe autism كل ولد مش مثل الثاني ما فينا نقول إنه هيدا الولد بيحب هالشغلة يعني هيدا بيحب كل ولد عنده لكا تبعه من هون صعوبة الأول شي التعامل معهم يعني تتعرفي كل ولد شو بيحب أما كيف تقدر تتواصلي معه وتوصلي على العالم طبعه التوعية كتير مهمة لأنه كل ما كان عزغر عرفوا الأهل وبلشوا يساعدوا من أورتفوني لبسيكوموتريسيتي لكل شي إدوكاسيون سبيسياليزي يعني الإشارة المتخصصة للولد ما يتأخروا وما يترددوا أنه يخدوه عند متخصصين حتى يمكن ما يكون عنده توحد يعني مش معناه تأزا تأخر بالحكي أما شي أهل ماي دائما أنه يضلوا نأذنين أما أبلشوا يتابعوا ما يتأخروا يمكن ما يكون عنده توحد حتى لو كان عنده توحد يكونوا عم بيساعدوا يعني أبداً ما يخلوه يضل بالبيت أما أول شي بحطوا بالجرب دري بس دائماً ياخدوا عند أختصائية اختصاصية يعني يشتغلوا معه كتير بيكونوا عم بيساعدوا شو ما كانت الحالي حتى لو كانت شديدة بيكونوا عم بيساعدوا يعني ما يقولوا لا ونحن ما فينا نعمل شيء في مرات يعني أهل شو بقولوا بيستسلموا بيفضوا الأمال ما لازم يفضوا الألم الأمال هن أول شيء ولادي كتير حساسين كتير محبين هن نعمة ببيتنا يمكن مميزين ملك طاهر عايش معك بالبيت نعم يعني ما بيعرفوا الخطايا ما بيعرفوا الشرم ما بيعرفوا الغش وبيعرفوا مين بحبهم وبحبوا من قلبهم ما بيعرفوا يمسلوا يعني كثير يعني بحسوا إذا الأهل عندهم رفض أما خوف أما شو ما كان سوق هيدا بتأثر عليهم نحنا بالعكس نحنا يعني مش هيك بلقاءاتنا مع باقي الأهل بنجرب إنه نكون قريبين الأهل يكونوا مرتاحين نفسيا لأنه بس ترتاح العائلة بيرتاح الولد إذا العائلة مشنجة دايما بس يكون في مشكلة بالعائلة بتلاقي كل العائلة تشنجت وصار كل واحد من مال كيف هذا بدون نعاكس سلبا على الولد يعني نحنا بنجرب شو نلاقي له يعني الكون الجو والبيت مرتاح طه هو يكون مرتاح وبيصير يتحسن مية بالمية على كل يعني من خلال اللي منقرأ أو منتابع عن التوحد بالتحديد عنده طاقة من الزكاة ولكن بفجرها مثل ما هو بده بالمحل اللي هو بيشوفه يمكن يطلع بارع بالرسم يمكن يخلق شيء بالمسيئة بالمسيئة شيء مش طبيعي بس بيعرف هو مثل ما بده وين بده يفجر زكيه ماريا خبريني شوي عن هالجمعية اللي هي جمعية الأهل لدعم التوحد وقدينحنا بحاجة لمثل هالجمعية لأنه فعلا لازم يكون في جمعية تدعم الأهل ليقدروا يدعموا الطفل اللي عنده توحد أكيد هلأ أنت يمكن تسأليني إذا أنا عندي ولد عنده أوتزم لا أنا هلأ جوزت بس عندي شخص بالعائلة عنده توحد فحسيت حالي كتير قريبة على هادي الكيس بس كنا دايما نجتمع تعرفت على مادام غادا من قبل عائلتي كمانا دايما كتحس أنه عندي هادي الموتيفيشن أنه لازم نعمل شيء أنتوا تركتوا أشغالكم أعدتوا ببيوتكم صرتوا تهتموا بولادكم نسيتوا حالكم ليش ما بتهتموا أنتوا كمانا بالويل بيينغ تبعكم تقدروا تعكسوا هادي الطاقة الإيجابية على هاديو الولاد فمن هوني أكيد مادام غادا وعدت كمانا أمات حبوا أنه تنوصل لدعم الولاد بدنا ندعم الأهل كمانا فمن خبرتي بالعلاقات العامة قررت أني فوت معهم كمؤسسين الجمعية عندي عندي طموح أقدر ساعد بنشر التوعية أكثر نشر التوعية أول شي عند الأهل يلي بعد ما بيعرفوا شو يعني أوتزم ما بعرف إذا ذكرتوا قبل صاروا لحديث هلأ على كل 68 ولد عم بيخلق ولد عنده توحد ففي أهل بعضهم اللي هلأ ما بيعرفوا شو هنه السمتوم تبع التوحد عوارد التوحد عوارد التوحد هدفنا ننشر هالعوارد هدفنا نقدر نوصل لأكبر عدد من العالم تنقدر نعطيهم إن كان عبر البادياتر عبر الكرواروج عبر النورسات عبر البلديات عند الأهل ديراكت نقدر نعمل هيدول الوركشوب تنقدر نوصلهم للأهل إنه إيه فيه سمتوم فيه الولد إذا عنده عوارد ما نكون كتير واسئين فيها سأله لأنه يمكن تقدروا طلقته من الأول يمكن تقدروا تعملوا شي تتخففوا من حدية التوحد مئة بالمئة مدام غادة 2 نيسان هو اليوم العالمي للتوحد خبرتين أنه فيه تضوية بالأزرق لأماكن كتير مهمة من لبنان يريد بتخبرين عنها الحدث أكتر بنرجع نحكي شوي مع ماريا عن أهمية تفعيل العلاقات العامة بالنسبة لهيد الحملة وبالنسبة للوضع ككل وين بدوا يصير فيه تضوية بالأزرق هالمرة السنة هي من 2010 بتضوى أزرق بالعالم هو اليوم اللون الأزرق اليوم التوحد ما أنه لون سياسي أكيد نحنا بنلفظ نظر اللبنانية مشكلة أنه كل السياسية إخدين كل الألواج بقى نحنا لو نتوحد أشو بقوله نتوحد مع التوحد يعني لأنه كلنا عندنا زيت القضية يعني ما في كل الأهل عندهم هيدا الهاجس يعني يكون يصيروا يعرفوا أكتر عن التوحد ينعرف أكتر التوحد ينقبل بالمجتمع يعني التوحد اليوم العالمي اتنين نيسان بيتضوى اليمباير ستيت بلدينج نحنا عم بلش نشوف السوات هيدا أنتوني هيدا أنتوني ابني هلأ صار عمره 17 سنة هون هو صغير وفعلا أنج مبين من 2010 بيتضوى أزرق امباير ستيت بلدينج نياغارا فولز جيزيس اف ريو دو جانيرو الأهرام بمصر يعني حبينا السنة يكون بلبنان شيء كمان يبين أكتر تالناس كلها تصير تسمع عن التوحد كل لبنان مهتم كل لبنان لازم يعرف من الجنوب لشمال قلعة صيدة قلعة جبال قلعة ترابلوس مرورا بسيدة لبنان بحريصة مع عدة مونيمنتز منهم جعيتها كونتري كلاب مركز الصفاد الثقافي بشمال معرض رشيد كرامي الدولي وشطور ويس وعدة مونيمنتز يعني رح يتضوى أزرق وهيدا شربيل والجامعية طبعا اهمنا الأويرنس يعني تصير تعرف الناس أكتر بكل لبنان لازم يكون في مراكز بكل لبنان لازم يكون المدارس تقبل فكرنا نحن ليش بكل المدارس عندهم عندهم لصن بارتكوليير بيعطوا اشياء للرسم أو الموسيقى أو شو ما كان ليش ما بيعطوا أرتفونية وبسيكوموتريستي للي بحاجة في سباشال نيدز مرات بيبقى الولد بس بحاجة لشوي يعني مية بالمية بكل المدارس لازم يكون فيه دامج لازم يكون فيه قبول تقبل هنه ولاد مميزين نحن كلنا عنا اختلاف هنه كمان يعني منا منا مش بلاي مختلف عنك بس هو مثلك مثله أكيد مية بالمية ماريا من خلال العلاقات العامة قدي حوالتي تفعيل هالفكرة لبل نشرة لبل من خلال هالجمعية إيصال الفكرة اللي لازم توصل بالوقت المناسب أكيد هلأ بالعلاقات العامة في عدة أدوات فينا نستعملون كرميل نقدر نوصل المسج هلأ بتخدي السنة كاملة مبلشنا بيوم العالمي للتوحد بـ 2 أبريل طلعت الفكرة بتدوية المونيومنز أول شيء نقدر من الشمال للجنوب نقدر نوصل هذا المسج بكل المناطق رح نطلع أكيد بحملة كمان أونلاين أوفلاين بذات الوقت على كل التيفيات وعلى كل السوشيال ميديا كرميل نوصل هذا المسج رح يكون فيه عدة إيفنت كمان رح يكونوا مواكبين هذا النهار في منهم رح يكونوا مع الولاد وفي منهم رح يكونوا للأعلام ولنشر التوعية مع الكونفرانس حسب كمان وين بكل المونيومنت كمان رح نعمل إيفنت معين كل خلال السنة أكيد رح ينعمل فوندريزنج إيفنت رح ينعمل كمان ندوات تسئفية رح ينعمل قصص كمان اللي نقدر نقدر للأهل نقدر نريحهم أوقات رح نعملهم فيل تريبس رح نعملهم قصص بتريحهم نفسيا أوقات منجمعهم مع بسيكولوج أوقات منطلعهم كليا من جو منعملهم نهار بسبا منطلع نهار برانش لا تغيير الجو هذا أنا بدأ أشكركم خلص الوقت بس بدي كلمة سريعة جدا من مدام غادة ومن مدام ماريا مدام غادة كلمة سريعة شو تحب تقولي الأهل يتقبلوا أولادهم يحبوهم هن مميزين ما يتأخروا وأكيد فيهم يتصلوا فينا نحن نعمل نهار بالجمعة نهار الخميس من التسعة للخمسة وابسايت طبعنا aaa-autism.org في كل المعلومات فيسبوك وتويتر إنستغرام وبيقدروا تصلوا فينا إذا أية سؤال مدام ماريا يتابعوا حملة ساعدونا بنشر التوعية إذا شايفوا أي سامتوم عند أي شخص بيعرفوا بيعرفوا يتصلوا فينا تنقدر نشوف عندك المشو أكيد ونحن هدفنا نلاقي مركز إذا حدا أحب يقدم أرض أقدم لوكال نحن أكيد بترحبوا بالفكرة بالفكرة ومشكركم أكيد أهلا وسهلا فيكم بدي أشكر وجودكم معنا مدام غادة الحيك مخور رئيسة جمعية الأهل لدعم التوحد أهلا وسهلا فيك مدام غادة مدام ماريا بستانيا أبي ناصر أمينة صندوق جمعية الأهل لدعم التوحد أهلا وسهلا فيك مدام ماريا إلى المزيد من اللقاءات نحك فيها أكثر عن موضوع التوحد أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا المشاهدين نصل إلى ختم يومنا الجديد نتمنى أن كل أيام تكون عبارة عن يوم جديد بكرة إذا ألراد نرجع ونلتقي فيكم بتمام ساعة 8 ونص من هلأ لأبكرة أرطيب التحيات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر